أصدرت الحكومة قرارات وإجراءات متعلقة بتخفيض الضرائب على المركبات واستبدال ضريبة الوزن الثابتة بضاربة 4% من إجمالي سعر المركبة تفاصيل أوفا في تقرير محمد الشرفة أعلنت الحكومة عن إصدار وزارة المالية القرارات المتعلقة بتخفيض الضريبة على المركبات ضمن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الإقتصادي والمتعلقة بتخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء وإلغاء ضريبة الوزن واستبدالها بضريبة 4% من قيمة المركبة وإعادة نسم الاستهلاك إلى ما كانت عليه سابقا هذا القرار كان قرار جيد جدا سوف يؤثر فعليا وصفة إيجابية على السوق المحلي نتمنى من الحكومة أنه تلتفت التفات كريمة لفقرة الضريبة المتزايدة هذه قد تؤثر مستقبلا بهذا القرار لكن سوف نشهد حاليا في الأيام المقبلة كثير من عمليات الجمرقة للسيارات ودخولها للبلد وبالتالي سوف تؤثر فعليا في السوق المحلي وكذلك سوف تؤثر فعليا كذلك في نسبة الواردات للسيارات من الدول الأخرى الحزمة الجديدة الحزمة التي عملها رئيس الوزراء ومشكور عليها رئيس الوزير المالية حزمة محفزة لجمرقة السيارات حاليا ما يخص الهايبرد والكهرباء نتأمل أنهم يأخذوا بعين الاعتبار البكمات والديزل ورح يكون فيه شغل أتوقع أنه يكون فيه كمية كبيرة من العمل على جمرقة السيارات الهايبرد والكهرباء في المرحلة القادمة من بينما يتم وصول الشحن الجديد ونتمنى يكون فيه استقرار بالتشريعات لقدام لسنة سنتين ثلاثة إلى قدام وتستعد دائرة الجمالك في المنطقة الحرة لجمرقة ما يقارب سبعة آلاف مركبة بعد صدور القرارات والتي يتوقع أن تصبح نافذة بعد غد الأحد بزيادة عدد الموظفين وتمديد مدة دوامهم حتى يتسنى لهم تقديم الخدمة لكل المقبلين على شراء المركبات خصوصا في شهر كانون الأول المقبل بخصوص استعداداتنا كمركز جمرك المنطقة الحرة الزركة لحركة التخليص على السيارات ما بعد اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء الموقر وبتوجيهات من عطوفة مدير عام دائرة الجمالك تم استحداث ثلاث وحدات تخليص تم استحداث ست مسارب لمعاينة السيارات تم وبتوجيهات من عطوفة مدير عام الجمالك بالاستمرار يوميا بالعمل حتى انجاز آخر بيان بمعنى لن نقوم بتدوير بيان لليوم التالي سيتم انجاز البيانات المقدمة لدائرة الجمالك بنفس اليوم وتم التنسيق مع دائرة ترخيص السواقين والمركبات وكانت الاستجابة سريعة ومشكورة بالتفاعل مع قرار مجلس الوزراء الموقر بالاستمرار مع دائرة الجمالك بانجاز البيانات المقدمة لدائرة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة الجمالك بنفس اليوم جملة القرارات والاجراءات متخذتين لا ترضى الكثير من التجار والمستثمرين في المنطقة الحرة الذين توقعوا انتعاش اقتصاد المنطقة الحرة وارتفاع القوة الشرائية في الاسواق بعدما عاشوا في السنة الحالية فترة ركود طويلة تسببت بعزوف الكثيرين عن عملهم